موسيقى مواصل احتفاءنا باليوم الوطني الثالث والتسعين بقصيدة وطنية للشاعر الأستاذ حسين علي آل عمار الأستاذ حسين هو حاصل على درجة الباكلوريوس تخصص تركيب أسلام صدر له أربع دواوين صمت وأشهى قصاصات غيبية ما أعتقته يد البنفسج باكرا يزهر المستحيل حازع العديد من الجوائز المحلية والخارجية أبرزها جائزة القطيف للإنجاز عن أفضل مجموعة شعرية عام 1440 جائزة نادي الرياض الأدبي مسابقة وطننا أمانة كما حصل على جائزة راشد بن حميد للثقافة والفنون 1440 وجائزة نادي تبوك الأدبي لأفضل قصيدة عن العلم السعودي كما حصل على قلادة الجواهري عن أفضل قصيدة تفعيلة عام 1440 وجوائز أخرى عديدة نرحب الآن بالأستاذ الشاعر حسين عال عمار فليتفضل السلام عليكم جميعا أبارك لكم ذكرى اليوم الوطني العظيم العظيم أعاذه الله علينا وعليكم بالأمن والأمان والحب إن شاء الله وطن برائحة النماء وطن النماء لم تحتكره حدوده مقدار ما بلغ السماء صعوده وطن النماء لم تحتكره حدوده مقدار ما بلغ السماء صعوده وطن يزور إذا يزار وهكذا تحيا على سنن العطاء أسوده من سالف الدنيا يجيء محملا بالمجد والدين الحنيف وقوده متطلعا للأفق يبتكر المدى كالضوء يختصر المكان وجوده مخضر إلا عن توقّد هيبة فاسود من وهج الشموخ حسوده يمشي إذا وقف الأنام يطير إذ يمشون يا للعز وهو يقوده وطن حماه الله في ملكوته فالوحي والقرآن فيه جنوده عن رؤية يحكي وعن عقل يعي لم تختلف عما نراه عوده مستثمرا ما شاء من خيراته يسمو لتثمر بالعطاء جهوده وطن برائحة النماء تنفسته رماله وتعطرته وروده في ربعه الخالي مليء بالذي لم تدخره عن الأنام نفوده ألقى لبوصلة الطموح طريقه لتسير في درب النجوم حشوده ما خانه التاريخ إن عروبة تحياه ما زالت عليه تسوده متوسطا شرق القلوب تسيد الدنيا وكل الأوفياء شهوده أغناه من سواه لم يحتج سواه لذا تقحم كل بيت جوده أولته قادته الأمان فكان ما يكفي لتزخر بالوفاء عقوده فأعد للحرمين كل ملوكه كي تستريح مدى الزمان وفوده حتى توقف كل شيء حوله مذشب عن طوق الحياة خلوده كل عام وأنتم تزخرون بحب هذا الوطني العظيم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة